السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم جميعا ويا رب دايما بخير نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في البداية ونعرف معنا رقم 100 في المنام رقم 100 في المنام بيعود على 3 أمور فقط أو 3 رموز فقط الرمز الأول هو نصره يعني لو أنا مظلومة أو فيه أي سوء واقع علي من حد أو ضرر وشفت إنه فيه رقم 100 في الرؤية بس تشارد ما يكونش معادوي هو هنا أشوفه مكتوب أشوفه معايا 100 جنيه ورقة مكتوب فيها مية ده رمز لنصره مقبل عليك بإذن الرحمن تاني شيء فيه الرقم 100 أو بيرمز ليه الرقم 100 هو حدوث مراد يعني لما أكون بتمنى حاجة وبقولح في الدعاء بيها وأشوف رقم 100 من الرموز المحمودة جدا في تمام الأمر أو حدوث مراد أو تحقيق الأمنيات فلما أشوف 100 وأنا دعايا بشيء أعرف إنه بإذن الرحمن حيقد رقم أو تالت رمز ليه رقم 100 هو سلة الأرحام 100 ما تهملهاش لو أنت قطع سلة رحم لأن لو حد جاي يطلب منك الرقم 100 فده معناه إنه يريد إنه أنت تعيد سلة أرحام قطعات من عندك الفترة اللي جاية فمية من الرموز المحمودة ولكن برضو تحذيري فزي ما قلنا هو بيرمز لثلاث أمور فقط نصرة حدوث مراد سلة رحم وعلى حسب وضعه زي ما ذكرنا تقدر تفرق ما بينهم إزاي ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من فضلكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم